أيضا من النجوم اللي موجودة معنا في إحصائياتنا وأرقامنا لأن الميسي هو بطل 2019 إدري حقق جائزتين جائزت البالون دور كأفضل لعب في العالم والمقدمة من فرانس فوتبول وأيضا جائزة دباس المقدمة من الاتحاد الدولي كروة القدم الفيفا ميسي خلال 2019 مع باشرونة ومع منتخب الأرجنتين لعب 48 مباراة مع باشرونة سجل فيهم 45 هدف صنع 18 هدف مع الأرجنتين لعب 10 مباريات سجل خمس هدف وصنع هدفين دور الأسباني ونروح لمقارنة سريعة جدا بعد انتهاء عام 2019 ومقارنة ما بين ثلاثي باشرونة وثلاثي ريال مدينة الهجومية علشان نشوف مين فيهم المتفوق فيليسيس جونيور وجاريث ديل وكريم بنزيمة في النحية التانية عندنا أنتوان جريزمان ولويس سوارز وليونال ميسي معلش فيه لخبطة شوية في الكتابة لكن ده لويس سوارز مش توم السمولر مجموع اللي سجله الثلاثي الأسباني الباشلوني 30 هدف وصنع 16 هدف مجموع اللي سجله الثلاثي الملكي أو المدرداوي 15 هدف وصنع 8 هدف واضح أن فيه تفوق كبير جدا لأثلاثي الكتالوني ميسي لعب 13 مباراة زي ما حضراتكم شايفين سجل 13 وصنع 6 سوارز سجل لعب 16 سجل 10 وصنع 6 جريزمان لعب 17 سجل 7 وصنع 4 كريم بنزيمة لعب 17 سجل 12 وصنع 5 جاريث بي لعب 11 سجل 2 وصنع 2 أما فينيسيس جونيور داعب 11 مباراة سجل هدف وصنع هدفه بالتالي العامل الرئيس كله في لعب ريال مدرد هو كريم بنزيمة لكن الثلاثي الكتالوني أعتقد أن الكافة متساوية بينهم وهمة 3 كريستيان ألينا تم إعارته لفريق ريال سوسيدات والعايزين نتكلم شوية عن إحصائياته بعد ما انتقل وشوية عايزين ندخل حضرات الانتقالات الشتوي ونبدأ أن نفكر حضراتكم بمين راح فين ومين جيه منين والبداية من كارلس ألينا أو كارلس ألينا اللي انتقل إلى نادي ريال سوسيدات على سبيل الإعارة لعب 24 مباراة في الليجة الأسبانية في 3 مواسم سجل هدفين ولم يصنع أي هدف في دوري أبطال لعب 4 ماتشات في موسيمين وأيضا لم يسجل ولم يصنع في كأس ملك أسبانيا لعب 11 مباراة في 3 مواسم سجل فيهم هدف ولم يصنع أي هدف أعتقد أن القرار إعارته في الوقت المناسب لريال سوسيدات هو قرار صحيح جدا أن اللاعب يندج ويقدر أنه يطبق كل إمكانياته وأفكاره في ريال سوسيدات عشان هيلعب بشكل أساسي في الوقت اللي صعب جدا أن يجد فيه أي فرصة في صفوف نادي برشلولا طبعا دي الفرة الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاتماعي في نهاية عام 2019 ريال مادريد 224 مليون متابع برشلولا 214 مليون متابع منشستر ناتل 126 مليون متابع تشلسي 81 مليون متابع يفنتس 81 مليون متابع باردن ميونيخ 73 مليون متابع فاريس سان جرمان 71 مليون متابع وعطاطنا موتس بيرس 69 مليون متابع وأرسنال 69 مليون متابع ومنشستر سيتي 61 مليون متابع أفضل ثلاثي هجومي في الدوري الألماني من صناعة الأهداف ده الدوري الألماني ويازم نتكلم عنه شوية ونديله حقه علينا لايبزيج ومونشن جلاتباخ وباردن ميونيخ وبروسيا دورتمون زي ما حضراتكم شايفين جايبين كل فريق بالثلاثي الهجومي الموجود عنده وصناعته للأهداف بروسيا دورتمون الصنائي رويس وسانشو هازرتس 19 هدف بيتساوى معه ثلاثي باردن ميونيخ ليفندوفسكي ومولر وجنابري 19 هدف في مونشن جلاتباخ وليبزيج بنتكلم فيه 12 هدف لكل واحد لكن طبعا يبقى الكبير كبير بلغة الكورة أن باردن وبروسيا هم أصحاب الأرقام القياسية في ظل بتاعتهم عن الصدارة لكن الكواليتي اللي موجودة في بروسيا وباردن أعتقد أن هي مختلفة داي طيب نروح لصفقة الموسم وصفقة 2019 واللي خطفها نادي بروسيا دورتمون من نادي سالسبرج النمساوي واللي كل كما توقع أن إيرلينج هاللن هينتقل إلى دوري الإنجليزي وصفوه في منشستر نايتد بعد ما افتقد فريق الشاتين الحمر إلى اللاعب المهاجم اللي لما بيكون محطة والهدف والقناص زي ما شفنا فانستر روي زي ما شفنا أيضا روني وبن بعد رحيل روني وكمان بيرباتوف بعد رحيل روني يعتقد أن الموضوع بقى صعب جدا بالنسبة للمانشستر جناتد وأنه بيدور على المهاجم المتواجد دايما في منطقة التمنتاشر ومنطقة السندوق وإيرلينج هاللن بيعلن عن تعاقده مع نادي بروسيا دوردون الألماني بداية من شهر يناير لاعب ريتبول سالسبرج أن ننساوي بينتقلها صفقة كبيرة جدا صفقة أعتقد أنه فعل فيها بند انتقاله من نادي سالسبرج أن ننساوي إلى نادي بروسيا دوردون مقابل تسديد 20 مليون يورو هي صفقة ممكن تكون رقميا صغيرة لكن هي صفقة مضوية من حيث الكلام اللي كان مرتبط باللاعب أنه ينتقل لأكثر من نادي كبير في أوروبا أرقام إيرلينج هاللند مع نادي ريتبول سالسبرج لعب 16 مباراة سجل فيهم 17 هدف وصنع 4 هدف واضح أن اللعب متفوج جدا جدا على نفسه وحتى على الدوري النمساوي في دوري الأبطال لعب 6 ماتشات سجل 8 دايما نسبة تهديفه أكتر من نسبة مشاركته في المباريات يعني لعب 16 هدف في الدوري النمساوي سجل 17 في الدوري أبطال أوروبا لعب 6 ماتشات سجل فيهم 8 في كاس النمسا لعب 4 ماتشات سجل 4 مع منتخب النرويج تحت 20 سنة في كاس العالم الشباب لعب 3 ماتشات سجل 9 فعن نتكلم على لعب جبار رونالدو خلال عام 2016 عشان مشجعين رونالدو ما يزعروش مننا بعد ما فاز بجازة أفضل لعب العالم من جلوب ساكر اللي طبعا الحفلة اللي بتقام كل سنة في دبي ورونالدو في 2019 مع ليفنتس لعب 40 مباراة سجل 25 هدف وصنع 6 هدف مع البرتغال لعب 10 ماتشات سجل 14 هدف اللي لم يصنع ولا هدف طبعا إيطاليا ونروح لطبعا أفضل ثنائي هجوم في الدوري الإيطالي اللي فنتس زي ما حدر لكم شايفين رونالدو هيجويين سجل 14 وصنع 5 عندنا لاتسيو إيمابلي وكوريا سجلت 23 هدف وصنع 6 هما بالتالي أكثر الثنائيات تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي أو تسجيلا وصناعة انتر ميلا لوكاكم مع لوطارو مارتينيز 29 هدف سجلوه مع صناعة هدفهم أتالانتا جوماز مع مريال 15 هدف تسجيلا للأهداف وستة أهداف ساسولو سيراردي وكابوتو 16 هدف سجلوهم وسبع أهداف صنعوهم كالياري جلفاء وسيميوني 16 هدف أحرزوهم وثلاث أهداف صنعوهم زي ما حضراتكم شايفين نحاول نجيب لحضراتكم كل الإحصائيات اللي موجودة في عام 2019 علشان ما نقفلش معاكم السنة من غير الأرقام المميز زلطان إبراهيموفيتش صفقت إيسي ميلان وانتقاله رسميا ستة شهور في مقابل أيضا ممكن يعني مش أكيد أنه يجدد عقد موزم إضافي مع الميلان في حال اتفاق أو توصل الطرفين إلى اتفاق لموسم آخر زلطان إبراهيموفيتش انتقل إلى ميلان بعد إحلة طويلة في إيطاليا وفرنسا وأمريكا إبراهيموفيتش لعب موسمين ضمن صفوف إيسي ميلان موسم 2010-2011 و2011-2012 دي أرقام زلطان إبراهيموفيتش مع إيسي ميلان في الدوري الإيطالي لعب 61 مباراة سجل 42 هدف في موسم 2010-2011 لعب 29 مباراة سجل 14 هدف في موسم 2011-2012 لعب 32 مباراة سجل فيهم 28 هدف في الكافة لعب خلال الموسمين سبع ماتشاط سجل أربع هدف وبكده يكونوا سلنا مع حضراتكم لنهاية فقرة الجرافيكس والإحصائيات والأرقام دي وقت همدروح لفقرة مهمة جدا جدا فقرة مباراة تاريخية مباراة في سنة 2001 في كاس الاتحاد الأوروبي بمسمى القديم المسمى الجديد اللي هو اليوروبا ليج أو كاس الاتحاد الأوروبي في مباراة ما بين ليفر بول طرف أول الطرف الثاني كان مفجأة وهو ديبرتيفو علافيس أيها ديبرتيفو علافيس كان طرف تاني في مباراة نهائية على أحد الكؤوس الأوروبية في سنة 2001 والمباراة ما انتهتش بهدف ولا 2 ولا 3 ولا 5 انتهت ب9 عدف فوز ليفر بول 5-4 على ديبرتيفو علافيس ديبرتيفو علافيس في الموسم ده عمل كثير جدا من المفاجآت خرج فريق انتر ميلا وفاز عليه ذهابا وآيابا كايزر سلاوتن الألماني أيضا نجح أنه هو يفوز عليه أنهم في ظل تفوق فريق ديبرتيفو علافيس ويعني تحيي مفاجآت لكن فريق ليفر بول بالنجوم اللي كانت موجودة وقفته عنده وقدروا أنهم يحسنوا اللقب لصارح فريق ليفر بول هنستمتع محضركم بتسع عداف في نهائي فريق من نوعه أن يكون فيه ند قوي وند يكون مفاجأة بالنسبة لنا كلنا نسمع اسم ديبرتيفو علافيس نتخيل إزاي 2001 كان موجود في النهائي وفاز على أندية زي كايزر ستاورتون وأيضم زي فريق إنتر ميلا تعالوا نشوف أنا أستمتع بين مباراة تاريخية من موسم أو سنة 2001 ما بين ليفر بول وديبرتيفو علافيس ونرجع نكمل محضركم خليكم أنا عشان معانا حاجات كثيرة جدا جدا